المظاهرات المنددة بالرسومات الكاريكاتورية في صحيفة شارلي إبدو وساخرة والتي تعرضت للنبي محمد لا زالت مستمرة في باكستان فبعد احتجاجات يوم الجمعة خرج المحامون للتعبير عن رفضهم لكاريكاتير صحيفة شارلي إبدو كما دعوا إلى مقاطعة المحاكم في البلاد لإظهار سخطهم على الرسومات وفي كاراتشي نزل أكثر من 200 محامي رفعين شعارات ضد الصحيفة الفرنسية هناك ضرورة لإيجاد قانون على المستوى الدولي والذي بمقتضاها لا تجرح مشاعر المسلمين في المستقبل بالقيام بأي شيء يمكنها أن يدنس النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لن نتدخل في ديانات الناس الأخرى وفي نفس الوقت ليس لهم الحق في قول أي شيء عن ديننا أما في اليمن فقد نزل المحتجون السبت إلى شوارع العاصمة صنعاء للتنديد بالرسومات وكان الرئيس اليمني عبدالرب منصور هادي احتج الأربعاء على الحملة الإعلامية المواجهة ضد اليمن والتي قال عنها أنها مسيسة خاصة بعد تبني تنظيم القاعدة في اليمن الهجوم الذي طال مقر صحيفة شرلي إبدو في باريس